تستأنف الكوادر التعليمية والإدارية عملها غدا الأحد في مختلف مدارس مملكة البحرين الحكومية وذلك بعد انتهاء إجازة العام الدراسي 2023-2024 وبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 في هذا الصدد كثفت وزارة التربية والتعليم جهودها كافة من أجل استقبال الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة في مختلف المراحل التعليمية حيث سينتظم طلبة المدارس الحكومية في صفوفهم في الرابع من سبتمبر المقبل هذا وعملت الوزارة على استكمال أعمال الصيانة لعدة مبان أكاديمية وفصول دراسية وتأمين الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية بهدف التأكد من جاهزية المدارس وما تحتويه من مرافق وخدمات لاستقبال الطلاب بمختلف مراحلهم والهيئتين الإدارية والتعليمية وبما يدعم الاحتياجات المختلفة للمنشآت التعليمية ويضمن استمراريتها في القيام بأدوارها التنموية المنشودة ترجمة نانسي قنقر